حدثنا عبد الملك بن عمر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن شريك بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه وعمه قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا لحوم الأضاحي والدخل حدثنا عبد الصمد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني ابن سيرينة عن أبي العلانية عن أبي سعيد الخدري قال أتيت هذه يعني امرأته عندها لحم من لحوم الأضاحي قد رفعته فرفعت عليها العصى فقالت أن فلانا أتنا فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم أن تمسكوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيامين فكلوا وادخلوا حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم أن قتادة بن النعمان الضفرية وقع بقريش فكأنه نال منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قتادة لا تسب أن قريش فلعلك أن ترى منهم رجال تصدري عملك مع أعمالهم وفعلك مع أفعالهم وتغبيطهم إذا رأيتهم لولا أن تطغى قريش لأخبرتهم بالذي لهم عند الله عز وجل قال يزيد سمعني جعفر بن عبد الله بن أسلم وأنا أحدث هذا الحديث فقال هكذا حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده ترجمة نانسي قنقر